تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أقيمت المرحلة الثانية من طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثانية بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 200 دراج ودراجة من مملكة البحرين والدول الخليجية بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وبالتعاون مع شركة فعاليات وشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها المرحلة الثانية مما يؤكد الإقبال الواسع من محبي رياضة الدراجات الهوائية وهو ما سينعكس بالإيجاب على تحقيق مكاسب عديدة للمنتخبات الوطنية عبر انضمام الهواة إلى المنتخب للمشاركات الخارجية وتحقيقا للرؤية التي تهدف إلى مواصلة اكتشاف المواهب وتهيئة الطريق لهم للاحتراف وبرك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لكافة الدراجين الفائزين بالمراكز الأولى في المرحلة الثانية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الدراجين والدراجات في المرحلة الثالثة والأخيرة من الطواف وانطلقت المرحلة الثانية من مجمع الأفنيوس حتى بلاج الجزائر لمسافة 155 كيلو متر وتوج الدراج إحسين محمد علي بالمركز الأول في المرحلة الثانية بعد مستويات بارزة قدمها طوال السباق وذلك على مستوى البحرينيين فيما فاز الدراج ياسر لبلوشي من شرطة دبي بالمركز الأول على مستوى الخليجيين كما شهد حفل تتويج المرحلة الثانية توزيع الأقمصة على الدراجين ويستكمل الطواف ناصر بن حمد للهوى بإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة لمسافة 80 كيلو متر